في بحثك عن الحقيقة كل محطة بحكاية الدروب سجلات للكثير من همسك وصخبك فتبحث عن النور في زمن الظلمة فتتلو آيات من سورة الجمعة فتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة تسجد فيكون ميلاد الخلاص وزمن التمكين بضع سنوات وتنعى بضع سنوات ثم تنسى وما كان لله يبقى لذا تسمع قصص الغابرين فتشحن رصيدك ويعلو إيمانك وتقول هكذا كانوا وبقي الأثر قال ميمون بن مهران من أساء سرا فليتب سرا ومن أساء علانية فليتب علانية فإن الناس يعيرون ولا يغفرون والله يغفر ولا يعير قال وهب بن منبه المؤمن ينظر ليعلم ويتكلم ليفهم ويسكت ليسلم ويخلو ليغنم السلام عليكم سبحان الله الإنسان في الحياة بحاجة إلى ركن وثيق يركن إليه يدخل المعارك الجندي إلى المعركة ويجب أن يتحصن يتحصن ويضع لحاله دروع واقية من السهام يريد أن يتخندق في مكان وهذا الخندق بدي يكون فيه واضح ودي يكون الخندق متمترس قوي سهام إبليس التي تنطلق علينا وسهام إبليس التي تريد أن تصل إلى قلبنا لازم تحط له أنت حواجز حواجز داخل قلبك في عندك حاجز الصلاة في عندك حاجز اليقين بالله عندك حاجز الدعاء عندك حواجز هذه الحواجز هي اللي بتحصن قلبك هذه الحواجز هي اللي بتكون بينك وبين الآخرين هذه الحواجز اللي بتكون بينك وبين الله سبحانه هذه الحواجز هذه الحواجز اللي بتكون بينك وبين الشيطان هي اللي بتحميك وهي اللي إذا وقعت عليك مصيبة من المصائب أنت بحثت عنها واصطدم سهم إبليس على هذا الحاجز وعلى هذا الخندق الذي تخندقت فيه لوت عليه السلام لما أتى إليه القوم ليفعل الفاحشة كان عنده بنات ما كانش عنده ولد أعرض عليهم أن يتزوجوا من بناته ولكن اللي صار بأنهم رفضوا فكان عنده ضيوفه كان عنده جبريل والملائكة على هيئة رجال فما كان يعرفهم فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يا الله ركن شديد يمكن إنسان يفقد الولد ويبحث عن ركن شديد يمكن إنسان يفقد مال كان يعتقد بأن المال هو ركن شديد ولكن سوى تفقد المال قد تفقد الزوجة والولد قد تفقد كل شيء بالحياة لذلك قوة صلتك بالله سبحانه وفيع الله قوة صلتك مع الخالق قوة صلتك مع الله الذي خلقك وسواك السؤال الآن طيب إذا لم أجد قوة صلتك بالله إيش مطلوب أني أعمله أول شيء صلي هذه الصلاة اللي هي عمود الدين من تركها من ترك أمان أقامها أقام الدين طيب هذا هو العهد الفيصل بينكم بين الله سبحانه وفيع الله الصلاة المطمئنة الخاشعة اللي تسكب في نفسك وفي روعك وفي روحك الإيمان والتقوى والهداية هذه الصلاة سمي صلتها صلة بين الله وعبده وأقرب ما يكون العبد من ربي وهو سالد وقعت لك مصيبة قم صلي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أرحنا بها يا بلال مش تريحنا منها بسرعة أو الله بدأ أقوم أصلي أنا بسرعة لا أرحنا بها يا بلال نحن نستمتع لما نصلي نحن نرى علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى تزداد كلما اقتربت إلى الله سبحانه وتعالى كلما صليت ركعتين بكل تلاوة وبكل خشوع وبكل خضوع هذه هي الصلاة المطلوبة عشان هيك من أهميتها ما نزلت حكم من السماء جبيل عليه السلام نزل إلى محمد عليه الصلاة والسلام مباشرة لا رب العالمين أمر جميل بأن يحضر محمد على الدابة في ريحة الإسراء والمعراج وانطلق فيه من مكة إلى بيت المقدس هناك ربط الدابة لهدابة البراق ربط على سور المسجد الأقصى المبارك وهناك صلى بالأنبياء جميعا أكثر 120 ألف نبي ورسول صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعدين خير النبي عليه الصلاة والسلام ما بين قدح فيه خمر وقدح فيه لبن فاختار الفطرة عليه الصلاة والسلام ثم عرج به وصعد إلى السماء مربي أنبياء مربي موسى مربي يوسف مربي زكريا مربي إبراهيم مربي موسى عليه السلام مع كل سماء من السموات وهو يصعد فوق فيلقاه صاحبه من أصحابه ويسلم عليهم ثم يسأذن جبريل ويسلم يسأذن جبريل ويسلم ثم بعد ذلك وصل إلى سدرة المنتهى عند الله سبحانه في علاه وفرض عليه خمسين صلاة ثم بعد ذلك رجع إلى موسى فموسى أخبر نبي عليه السلام بأن قومك لا يطيق ذلك فرجع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب من الله سبحانه وتعالى بأن يخفف إلى أن أبصلها الله سبحانه وتعالى إلى خمس صلوات نعم هم خمس صلوات فقط ولكنهم في الأجر والمثوبة كأجر الخمسين هايك هايك سبحان الله الصلاة اللي أحبي نصليها تكون صلاة عن عشرة صلوات ومش بس هيك وعندك كمان سنان وعندك كمان الصلاة في المسجد الحرم بـ 100 ألف صلاة الصلاة في المسجد النبوي عند النبي عليه الصلاة والسلام بـ 11 صلاة الصلاة في المسجد الأقصى بـ 500 صلاة يعني عبي رصيدك من هذه الحسنات طيب الآن السؤال طيب ليش ما بتصلي ليش بعض الشاب بتقصل بالصلاة ما الذي يجعله جفوة بينك و بين الله سبحانه و فيه و علا إذا رب العالمين يحكينا في كتابه فَوَيَّنُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ما حكى أن هذولا اللي بيتركوا الصلاة هذولا عن صلاتهم ساهون هو بيأخر الصلاة يعني الصلاة العصر بيصليها بس قريب من المغرب صلاة المغرب بيصليها بس تكون قريب من العشاء صلاة العشاء بيصليها ولكن بيأخرها عن وقتها إذن رب العالمين يحذرنا و بيحكينا فَوَيِّنُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَأُونَ وَيَبْنَعُونَ الْمَاعُونَ إذن إذا كان الوضع بهذا الشكل إذن لهذا الدرجة الموضوع صعب آه لهذا الدرجة موضوع خطير صحيح لهذا الدرجة موضوع مش بسيط تمام عشان هيك سبحان الله الإنسان بدي يبحث عن علاقة مميزة بينه وبين الله سبحانه وفيه وعلا ودي يبحث عن العلاقة قوية بينه وبين الله فأجمل شيء أن تكون علاقتك مع الله سبحانه وتعالى أن تقويها بالصلاة يا رجل صلي لو على كرسي مش قادر توقف صلي وانت قاعد مش قادر تصلي وانت قاعد صلي وانت متمدد مش قادر تصلي وانت على هذا الوضعية صلي يعني قومي إيماء مش قادر صلي بعينيك إذا ما كنت قادر تتوضع تيمم يسينة خلق انت يمم إحنا نضغط على الأرض ونمسح يمين وشمال ونمسح زي هيك خلص هذا هو التيمم هذا هو التيمم طيب إذا كانت تيمم بهذا الشكل طيب لو في عندك حرب بدك تصلي شرعة صلاة عند الحرب بنصليها طيب لو دخلت المستشفى أنت وعملت عملية وخدروك الأطباء تظل الصلاة الدين في رقبتك وبدك لما تقوم بدك تعاود تقضي الصلاة التي فاتتك طيب لو سافرت بدك تصلي يا جماعة إذا في الحرب بنصلي في السلم ما نصلي إذا وقت ما إحنا هاديين في دعاء وراحت بال بنصلي ويوم ما تضرب الحرب أوزارها رب العالمين ما سمح لنا أبدا أنه إحنا ما نصلي وفوق هذا كلام قل له ياتب تلاقي بعض الشباب تسأله ليش ما بتصلي قل له خلص بصليش طيب ليش يا عمي يعني بعضهم مثلا سألته أنا بحكي لي بصليش والله أنا للشيوخ ما بحبهم طب ماشي ما بتحبهم شو دخلهم في علاة تقلق بينك وبين الله سبحانه وتعالى في برنامج من برامج كنا بنحكي مع الشباب ما تصلي أو لا فأي ويحكي لك أنا ما بصلي بس ما بدي أطع الكاميرا طب ليش يحكي لك لأنه أنا إذا أنت بتفضحني قدام الناس قدام أهلي جميعا أن أنا بصليش تقول لي يا رجل إذا أنا عم سوى كاميرا ما بدك تطلع معي عشان الصلاة دكش الناس تعرف انك ما بتصلي على التلفزيون فما بايك عند الله سبحانه وتعالى انت خجلان مني مش خجلان من ربنا اذا انت بتكره الصلاة عشان رجال الدين شو دخلهم فعلاتك بينك وبين ربك سبحانه وفعله فعن جد طيب اذا اتت ساعتك الان الان هاي اللحظة و بدك تلاقي رب العالمين و سألك عن الصلاة شو بدك تجاوم طيب اذا لقيت نبي محمد عليه الصلاة و السلام غدا يوم القيامة ايش بدك تجاوم لو يسألك عن الصلاة بتصلي او ما بتصلي يا جماعة اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة يعني ما في نقاش ماش تحكي له هميش القلب انا قلبي سليم و ما شاء الله و انا بحب الناس و الناس بتحبني جميل جدا الخلق الحسن رائع جدا بس كمان مرة كيف فضعك بالصلاة هل تصلي ام لا تصلي و اذا صليت اي صلاة بتصليها عشان هيك سبحان الله الانسان المسلم المتق الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤدي الصلاة المكتوبة المفروضة عليه و مش بسيك و يبحث عن النافرة حتى يستزين و يعلم بانه ركعتين الضحى و ركعتين الفجر و ركعتين قيام الليل تشحن الرصيد تشحنك 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 حتى تكون علاقتك اجمل و اقوى و اروع مع الله سبحانه و في علا و تكون انت على يقين و على ثقة بانه سبحانه و في علا خلقك و نجاك و انت قاعد تشكر رب العالمين على هذه النعمة اللي عطاك اياها تشكره على جزيل نعمه و عطاءه و فضله و انعامه جل في علا عشان هيك يعني بتمنى من هذه اللحظة تعهد ربك انك تصلي انك لو ما صليت سوف يكون هذا كلام حجة لك مش حجة عليك و هيك الدنيا بتكون معك و تكون على يقين بانه رب العالمين يسائلك و رح يسألك عن الصغيرة و الكبيرة فالله هو الراحم و الله سبحانه و تعالى هو المعذب و الله سبحانه و تعالى هو القادر و أمر هو بين الكيف و النون لذن كل على يقين و على ثقة بأن رب العالمين يحبك فأنت تؤدي شكرا نعمة و شكر المولى جل في علا